استعادت مصر في التاسع عشر من سبتمبر من عام الف وتسعمائة وتسعة وثمانين أرض منطقة طابة هذا الجزء العزيز من أرض سيناء الحبيبة فبعد سنوات من الكفاح القانوني الدولي وفي التاسع والعشرين من سبتمبر من عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين أصدرت هيئة التحكيم في جناب حكما تاريخيا بمصرية طابة خالصة ثلاثة وثلاثون عاما مضت على رفع العلم المصري على أرض طابة بعد انسحاب إسرائيل منها مشهد لن يمحى من الأذهان سجله التاريخ بالصوت والصورة في التاسع عشر من مارس من عام الف وتسعمائة وتسعة وثمانين جنت مصر ثمار سنوات من الجهد والكفاح لاسترداد آخر كيلو متر مربع كان محتلا من أراضيها لتضرب نموذجا كان الأول من نوعه في استرداد الأرض دون قطرة دم واحدة عبر طرق دبلوماسية سلمية خالصة كان المحكم الدولي طرفا أساسيا فيها طابة قصة استرداد مدينة كانت تعتبرها إسرائيل بوابتها لسينا فطابة تبعد نحو مئتين وأربعين كيلو مترا عن مدينة شرم الشيخ وتمثل مثلثا قاعدته في الشرق على خليج العقبة وضلعه شمالي بطول ألف متر وآخر جنوبي بطول ألف وتسعين مترا ويتلاقى الضلعان عند النقطة التي تحمل علامة واحد وتسعين وهي النقطة عنوان القضية فبعد حرب ثلاثة وسبعين عادت مسألة الحدود الآمنة لتطرحها إسرائيل وقررت توسيع الأقاليم التي تحيط بميناء إيلات وإقامة فندق سياحي في طابة دون إبلاغ مصر وتحديدا عند العلامة رقم واحد وتسعين لتبدأ مصر معركتها لرد هذا الزحف الغادر خاصة بعد اكتشاف مخالفات إسرائيلية حول ثلاث عشرة علامة حدودية أخرى مصر أكدت تمسكها بموقفها المدعوم بالوثائق الدولية والخرائط التي تثبت تبعية تلك المناطق للأراضي المصرية وعقدت اجتماعات عدة رفيعة المستوى لبحث إيجاد حل للأزمة دون جدوى حتى طالبت باللجوء إلى التحكيم الدولي لحل النزاع وجاء الحكم الفصل بقيادة قوة الدفاع ووجهة النظر المصرية مع ضعف حجة وجهة النظر الإسرائيلية لتصدر هيئة التحكيم التي عقدت في جينير بالإجماع حكمها التاريخية بمصرية طابة في 29 سبتمبر من عام 1988 وبعد الحكم حاولت إسرائيل المراوغة مرة أخرى لعدم التنفيذ لكن الدولة المصرية رفضت كل العروض والمناورات وتم حسم الموقف عن طريق اتفاق روم التنفيذي في 29 نوفمبر من عام 1988 لتسدل مصر السطر على تلك القضية برفع العالم المصري فوق أراضيها عام 1989 وعودة طابة إلى حضن الوطن